اشتركوا في القناة افادت مصادر مطلعة ان النيابة العامة بازلال قررت متابعة صاحب مقهى بازود على خلفية طاجين الدود بتهمة عرض مواد يستهلكها الانسان ويعلم انها فاسدة ونقل اللحوم في ظروف غير صحية ووفق ذات المصادر فقد اعتقلت النيابة العامة بازلال صباح اليوم الاثنين السادس عشر ماي الجاري صاحب المقهى الذي قدم لحوما عليها ديدان بشلال ازود يأتي هذا بعدما اهتزت الاوساط السياحية المغربية على وقع فضيحة من العيار الثقيل تهدد مستقبل السياحة في احد اجمل المزارات الطبيعية في المغرب حيث اظهر شريط فيديو متداول على نطاق واسع حالة الصدمة التي تلقاها زبناء مقهى سياحي بشلالة ازود بعدما اكتشفوا ان طبق الطاجين المقدم لهم في وجبة الغداء مليء بالديدان واوضح الزبناء الذين صوروا الفيديو تراكم عدد كبير من الديدان الصغيرة الحجم داخل قطع اللحم الموجودة بداخل الطاجين فيما رجح المواطنون ان تكون قطع اللحم التي قدمت لهم في الطاجين قد تم جلبها من لحم جيفة نظرا لتشابه حجم الديدان مع تلك التي تظهر عادة على الجيف الى هنا مشاهدين الكرام نصل بكم الى نهاية الخبر الى اللقاء اشتركوا في القناة